حينما تحدثت عن راية مؤسسة القمر لثقافة والإعلام طرح هذا السؤال لماذا سميتها بالراية الزهرائية إنني عنونتها بالراية الزهرائية لأنها تشير إلى إمامة الزهراء إلى إمامة فاطمة الراية بيضاء واللون الأبيض هو لون آية التطهير وسيدة آية التطهير فاطمة اسم الأمير في الراية الزهرائية تكرر سبعاً في كل سطر من السطرين إنها سلسلة الأئمة الأربعة عشر وإنما تكون السلسلة كاملة بهذا العدد لأن فاطمة إمام من أئمتها بل هي الإمام الثالث في سلسلة أئمة الأئمة أئمة أئمتنا ثلاثة محمد وعلي وفاطمة من هنا كانت رايتنا راية مؤسسة القمر لثقافة والإعلام كانت راية زهرائية فهذا هو مرادي بالراية الزهرائية لأنها تفصح بشكل واضح عن إمامة الزهراء عن إمامة فاطمة ومن أنها إمام الأئمة من ولدها من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول نحن إنه يتحدث عن أبناء فاطمة نحن حجج الله على الخلق وفاطمة أمنا أمهم من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد وفاطمة أمنا حجة علينا الراية الزهرائية هذا هو مضمونها هذه الراية التي جعلناها رمزا كي يتبلور عملنا الثقافي والإعلامي العقائدي تحت ظلالها لماذا؟ لأننا نتبرأ من كل راية لا يكون مضمونها هذا المضمون فكل راية أكانت سياسية أم كانت عسكرية أم كانت عشائرية أم كانت لمؤسسة من المؤسسات الرياضية أو الفنية أو الإعلامية أو أو كل راية لها مضمون ألوان الراية رموز الراية تشير إلى ذلك المضمون إنه المضمون الذي يتحرك باتجاهه أصحاب تلك الراية حاملوا تلك الراية كل راية لا تشتمل على مضمون رايتنا نحن نبرأ منها نتحدث عن البراءة العقائدية عن البراءة الدينية عن البراءة الإيمانية عن هذه البراءة كل راية لا تشتمل على مضمون رايتنا نحن نتبرأ منها على الأخل أنا أتحدث عن نفسي لا شأن لي بالآخرين لا شأن لي حتى بأسرتي وعائلتي أنا أتحدث عن نفسي هنا فأنا أبرأ من كل راية من أي نوع من أنواع الرايات أبرأ من كل راية مضمونها لا يكون كمضمون الراية الزهرائية التي حدثتكم عنها قبل قليل هذه الراية التي أعمل تحت ظلالها أؤمن بمضمونها وأوالي من أوالي على أساس مضمونها وأبرأ ممن أتبرأ من على أساس مضمونها إنه مضمون بيعة الغدير اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله إذا كان الحديث عن الرايات على اختلاف أنحائها وأشكالها وألوانها أكانت سياسية أكانت عسكرية أكانت عقائدية أكانت إعلامية من أي لون من الألوان إذا كان الحديث عن الرايات الشيعية فإنكم تستطيعون أن تستكشفوا مضامينة الكرايات من خلال الذين يتحدثون تحت ظلالها من خلال الذين يتمسكون برموزها بالنسبة للراية الزهرائية فإنها تشير إلى البيعتين إلى بيعة الغدير الأولى بيعة الأمير وإلى بيعة الغدير الثانية إنها بيعة قائم آل محمد الراية الزهرائية راية البيعتين الراية الزهرائية تشير إلى السقيفتين إلى سقيفة بني ساعدة في المدينة وإلى سقيفة بني طوسي في النجل الراية الزهرائية تبايع البيعتين وتتبرأ من السقيفتين وتلعن السقيفتين هذه هي الراية الزهرائية إنها تبايع البيعتين بيعة علي وبيعة القائم وتتبرأ من السقيفتين السقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي الأولى في المدينة والثانية في النجف الراية الزهرائية تتمسك بالدليلين بالمصدرين بقرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم فقط وبحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط الراية الزهرائية راية البيعتين وراية البراءة من السقيفتين وراية التمسك بالدليلين بالمصدرين فقط هذه هي رايتنا الراية الزهرائية نحن تحت ظلالها نبايع البيعتين ونوالي من نوالي على أساس البيعتين ونعادي من نعادي على أساس البيعتين وننصر من ننصر على أساس البيعتين ونخذل من نخذل على أساس البيعتين الغدير الأول غدير علي والغدير الثاني غدير القائم نبرأ براءة كاملة من السقيفتين من سقيفة بني ساعدة ومن سقيفة بني طوسي في النجف ونتمسك بالدليلين فقط بقرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط وبحديثهم المفهمين بقواعد تفهيمهم فقط الراية الزهرائية هي راية البراءة بكل مراتبها المرتبة الأولى البراءة الفكرية المرتبة الثانية البراءة العاطفية المرتبة المرتبة الثالثة البراءة العملية المرتبة الرابعة البراءة القولية هذه براءة الراية الزهرائية براءة فكرية بالدرجة الأولى عاطفية وجدانية بالدرجة الثانية عملية بالدرجة الثالثة قولية بالدرجة الرابعة الراية الزهرائية راية تتبرأ من كل الرايات الشيعية التي تعتقد أن أصول الدين خمسة الراية الزهرائية تعتقد أن الدين أن دين محمد وآل محمد له أصل واحد هو الإمام فقط مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين يا علي يا علي أنت أصل الدين أنت أصل الدين هذا هو الذي نقشناه على رايتنا علي 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 بلون محمد بلون السماء التي هي رمز لمحمد صلى الله عليه وآله مثل ما بيّنوا لنا ذلك في قرآنهم المفسر بتفسيرهم الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير في الغدير الأول والغدير الثاني الراية الزهرائية راية يبتني مضمونها على أصل واحد للدين هذه الراية تكفر بكل الرايات التي تعتقد بأن دين محمد وآل وآل محمد يبتني على أكثر من أصل واحد الراية الزهرائية هي الراية التي مضمونها في كل جزء من أجزائه يصرح بقيمومة فاطمة على الدين وأهل الدين مثل ما جاء ذلك في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وذلك دين القيمة في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة وباقر العترة هو الذي يقول القيمة فاطمة وذلك دين القيمة الراية الزهرائية هي التي في كل جزء من أجزاء فحواها هناك صوت صادع بقيمومة فاطمة على الدين وأهل الدين الراية الزهرائية هي رائعة العقيدة السليمة التي توحيدها يبتني في مضمونه على الأركان الأربعة للتوحيد مثل ما بينت ذلك لكم في مجموعة حلقات أعرف إمامك الراية الزهرائية هي الراية التي نعمل في ظلالها في خدمة إمام زماننا تمهيدا لمشروعه العظيم مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه الذي رفعنا رايتنا في يوم شهادته لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي هذه راية خدمتنا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحسب ما نتمكن بحسب ما نستطيع إن كان ذلك في الجانب المادي أو كان ذلك في الجانب المعنوي إن كان ذلك على مستوى إعداد أنفسنا وتنشئتها في خدمة إمام زماننا أو كان ذلك في توعية أشياع أهل البيت وتنشئتهم في طريق خدمة بقية الله صلوات الله وسلامه عليه هذه راية مؤسسة القمر التي كل برامجها باتجاه تفكيك العقل الشيعي وإعادة تركيبه إننا نحاول أن نفكك العقل الشيعي وأن نعيد تركيبه تركيبا علويا وفقا للبيعتين ووفقا للبراءة من السقيفتين وبحسب ما يدل عليه الدليلان قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم كل ذلك يبتني على أصل واحد للدين وعلى قيمة له هي فاطمة فديننا له قائم وله قيمة القيمة فاطمة والقائم هو الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه على فاطمة وآل فاطمة هذا هو مضمون الراية الزهرائية كل راية لا تشتمل على هذا المضمون على الأقل أتحدث عن نفسي فأنا أبرأ منها ومن مضمونها وأرفضها وأرفضها رفضا قاطعة إلى آخر لحظة من لحظات حياتي ولن أقف في ظلالها ثانية واحدة إنني أجعل حياتي موقوفة مثل ما جعلتها سابقا تحت ظلال هذه الراية أنا لا أتحدث عن قطعة قماش أتحدث عن هذه المضامين التي أشرت إليها إنها عقيدتي التي صاحبتني طيلة عمري ولازالت تصاحبني هي سبب سعادتي فأنا الذي أشعر بسعادتي وليس الآخرون ربما لا يجد الآخرون أنني سعيدا لكثرة المشاكل والمنغصات أما أنا فإنني أستشعر السعادة في يقضتي ومنامي لأنني أعيش هذه المضامين في عقلي وقلبي وروحي وجسدي معكم معكم أهل محمد لا مع غيركم صلوات وسلام على قائم آل محمد ميمون ميمون جدك ما صهل عبد الأمير الفتلاوي ميمون ميمون جدك ما صهل بقية الله ذات الجناح فرسل حسين حين عاد إلى الخيام وقد لطخ ناصيته بدم الحسين الظليمة الظليمة الباقر يقول كان ينادي الظليمة الظليمة من أمة قتلت 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 ابن بنت نبيها قتلت الحسين الظليمة الظليمة ميمون ميمون جدك بقية الله ميمون جدك ما صهل يمك يجول بحدته والسياف عندك والعلام يا يوم تفتل طيته جبريل يهتف بالسماء عسكم ظهر من غابته تطلع شمسها من الغروب والأرض تاظب طلعته ياتي البشير ويضح عاني ويبشر شيعته ويا الظهور قبل الظهور للنجف تجبل سربته يقبلون على خيولهم ويا الظهور قبل الظهور للنجف تجبل سربته من تصهل تموج الأرض من تصهل تموج الأرض والغرط هزهز قبته توجب على ظهر النجف ينزل يصلي بسهلته منه يشد الكربل سأبكيهم دعبل الخزاعي سأبكيهم 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 ما حج لله راكب وما ناح قمري سأبكيهم على الشجرات توفو توفو عطاشا بالفرات فليتني يا حسين توفو توفو عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي يا حسين أحب قصية قصية الرحم من أجل حبكم وأهجر فيكم أسرتي وفناتي لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها يا بقية الله لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها وإني لأرجل أمن بعد وفاتي إلى لقاء قريب في فناء بقية الله أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر